شاهدت محافظة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة نظمها تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإجراء الكشف الطبي على خمسة ألاف مواطن وتقديم خمسمائة نظارة طبية فضلا عن إجراء عدد من العمليات الجراحية القوافل الطبية مبادرة خدمية يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على مواصلتها بالقرى الأشد فقرا لتقديم كافة الخدمات الطبية الشاملة للمواطنين بالمجان في كافة ربوع مصر وخاصة في المناطق النائية والمحرومة وفي هذا الإطار شهدت قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول وقرية الدويدة التابعة لمركز مطوبص بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة لإجراء الكشف الطبي على خمسة ألاف مواطن وتقديم خمسمائة نظارة طبية فضلا عن إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية الإقبال على القفلة ضخم ويتم توزيع العلاج مجانا والكشف مجانا وإن شاء الله فيه تحولات وعمليات وإن شاء الله إحنا موجودين بكرة بقفلة رمض بتستهدف ألف حالة حاجة ما حصلتش من سنين كشفوا جميع التخصصات علاج بطنة جلدية عظام أمث وأزن كل التخصصات العلاج مجانا الكشف مجانا أنا جاءت أن هذا المستشفى كشفوا علي مجاني وعطوني العلاج مجاني القوافل الطبية تضم نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين كما تساهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدود الدخل والأكثر احتياجا